السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالي الصلاح من قناة اندرويد خالد لمتابع القناة بتاعتنا هيعرف ان احنا بنعمل فيديوهات على طول لسماعات البلوتوث عشان كده النهاردة حبيت اعملكم مراجع عن سماعة ترانسومارت وينكس ايس السماعة دي بصراحة فيها شوية مميزات حلوة جدا زي ان هي الخامات كويسة جدا مقابل الاداء برضو الممتاز زي ما تعرفين شركة ترانسومارت بتقدم منتجات كويسة جدا مع خامات واداء ممتاز جدا عشان كده حبيت النهاردة اعملكم فيديو عن السماعة ديت ونشوف اهم المميزات الموجودة فيها زي فيها مثلا نويس كنسليشن وفيها اربع مايك مع منفذ شحن طيب سي برضو الخامة ممتازة جدا هنشوف الفيديو ده اهم المواصفات الموجودة في السماعة وازاي ممكن تربطها بالموبايل وفي نفس الوقت برضو ازاي ممكن تستخدم التوتش الموجود في السماعتين سواء السماعة الشمال او السماعة اليمين في نفس الوقت لو وجهتك اي مشكلة في ربط السماعة بالموبايل هنعرفك ازاي ممكن تعمل ريسات للسماعة تابعوا معنا الفيديو للاخر اهلا بكم مرة تانية هنفتح مع بعض دلوقتي الشحنة اللي انا كنت اجابها من بانجود واللي هي فيها سماعة ترانسومن انا دايما بشتري معظم منتجاتي من موقع بانجود بصراحة موقع ممتاز جدا سيقه في سرعة في التوصيل ورسوم شحن بسيطة وفي نفس الوقت منتجاته متميزة هنفتح مع بعض كده الكيس احنا شايفين هتظهر معنا هنا سماعة ترانسومن اللي بيميز طبعا السماعة ديت ان هي المعالج بتاعها من كوالكم هنشوف هنا اهم المميزات اللي موجود فيها زي ما هو واضح كده برضو هنا بيقولك ان المعالج من كوالكم في نفس الوقت برضو كواد ميكروفون يعني فيها اربع ميكروفون في نفس الوقت هنا بيقولك ان هي ممكن تشتغل خمس ساعات وممكن تشحن يعني لو في العلبة بتاعتها بعد ما تشحن ممكن تشغل معاك لحد اربع وعشرين ساعة هنا بيقولك طبعا فيها تاتش برضو كنترول وفي هنا مونو ستوريو هنا برضو يعني المسافة بين السماعة والتليفون ممكن تصل لحد خمستاشر متر ومن هنا برضو تقدر تحكم في المساعد الصوتي وهنا بيقولك ان هي تشحن بورت سي او آآ طيب سي هنفتح مع بعض العلبة كده ونشوف بييجي فيها ايه بالزبط دي شكل العلبة كده زي ما انتم شايفين نفتح من هنا برضو دي شكل الكيس بتاع السماعات زي ما انتم شايفين كده هنرجع لها دلوقتي هتظهر معنا هنا برضو السماعة الشمال هنا هيظهر معنا برضو ادي السماعة اليمين هنفتح العلبة هنشوف الباكت ده كده جاي فيه ايه هنا دليل المستخدم هنرجع له دلوقتي وهنشوف في ايه تاني برضو متوفر معنا هنا كرت الضمان وهنا برضو هيظهر معنا كابل الشحن الطيب سي هنروح دلوقتي لشكل السماعات زي ما انتم شايفين دي شكل السماعات السماعة ديت اسمها سيم ان اير زي ما انتم شايفين كده شبه اليربودز مش بتدخل كلها في الودن فيه ناس بتفضل الشكل ده عن السماعات التانية الي هي ان اير اللي هي بتدخل في الودن ويتكون مش مريحة للأذن شوي ضدات فيه ناس بتفضل الشكل دا زي منتو شايفين زي من واضح كده دي السماعات ومن هنا هيزر معانا البلنات بتاعت الشحن ومن هنا هيزر معانا دا التاتش بار بحيث أنه تتحكم في الصوت وفي كل حاجة من خلال التاتش بار ومن هنا هيزر معانا المايك وفيه برضو مايك من تحت زي منتو شايفين كده فيها مايك من فوق مايك من تحت لو رجعنا هنا للكيس الشارجين زي منتو شايفين هيضر معانا هنا اربع لمبات. الاربع لمبات دول بيبينوا مستوى الشحن سواء خمسة عشرين في المية خمسين في المية خمسة سبعين في المية مية في المية. زي انتم منحظين كده من تحت هيضر معانا هنا منفز الشحن الطايب سي. ده هيوفر عليك ان انت مش لازم تدور على شاحن مايكرو او شاحن معين للسماعة. معظم موبايلات الجديدة دلوقتي حاليا باد بالشاحن طايب سي والشحن ده بيكون اسرع شوية. زي بصراحة خميتها كويسة جدا وملمس بتاعها ممتاز. اه بتفاتح من هنا كده برضو دي شكلها من جوا زي ما انتم شايفين كده. بصراحة يعني شكل بتاعها ممتاز. السماعة دي بتوفر منها اللون الاسود في دهبي زي كده. وبرضو بتوفر منها اللون الابيض. هنروح هنا لدليل المستخدم وده اهم حاجة احنا دايما بنوع عليها في كل فيديوهاتنا. قبل ما تشغل اي سماعة او اي جهاز عندك لازم تقرأ اليوزر منوال هنا عشان هيوفر عليك الوقت وانت بتشغل الجهاز. زي مواضح هنا كده. مواضح انها في اكتر من اللغة. هنا في الانجليزي وفرنساوي وفي ايطالي وفي الماني. هنروح هنا للانجليزي اهم حاجة عندنا وزي ما شايفين. هنشوف اهم المواصفات للسماعة هنا معنا. هنا بيقولك ان هي بتشغل لحد خمس ساعات. لحد اه لو انت مشغلها فوليام خمسين في المية. هنا بيتشغلك السماعة لحد اربعة وعشرين ساعة. بالنسبة هنا البطارية. السماعة الوحدة الزغيرة من دول فيها بطارية اربعين ميلي امبير. بالنسبة للكيس. الكيس ديت فيها ربعمائة ميلي امبير. بالنسبة هنا الشارجينجي طايم الايرفون ديت بتستغرك من حوالي من الساعة الى الساعة وتلت علشان تبقى فل. بالنسبة للكيس هنا عشان نشحنها فل هتاخد معاك من ساعة لساعة ونص. بالنسبة للسامعات هنا تقدر تعيش معاك لحد ستين ساعة والكيس هنا تقدر تستند باي لحد تسعين يوم. دلوقتي احنا هنجرب نربط السماعة بالموبايل. كل اللي انا هنعمله هنحط السماعات داخل الكيس بتاحها ونفتحها زي كده ونفتح البلوتوز. دلوقتي البلوتوز هيبحث عن السماعات ونشوفها تظهر معانا ازاي دلوقتي. زي ما شايفين كده سماعات معانا ظاهرتين. كل اللي انا هنعمله هنضغط عليه هنا عشان نعمل بيرنج وندوس اوكي. كده السماعات دلوقتي مع الموبايل. عشان نشغلها هي دلوقتي شغالة هنطلع السماعات كده ونجرب نشغل اي حاجة. طبعا المميز هنا في السماعات ديت تقدر تشغل السماعة اليميل لوحدها وتقدر تشغل السماعة الشمال لوحدها. عكس السماعات التانية ان مسلا سماعة واحدة تكون رئيسية والتانية منبوطة بيها فما يفعش تشغل مسلا الشمال لوحدها او تشغل ييميل لوحدها. لا المميز في السماعات هنا ان انت هتقدر تشغل دي لوحدها ودي لوحدها. طب هنروح مسلا دلوقتي نشغل اي مقطع لنا كده عشان نشوف هنقدر نتحكم ازاي في الصوت. بعد ما شغلنا فيديو زي كده هنشوف ازاي ممكن نستخدم التوتش بتاع السماعات علشان نعلم ونواطي او نوقف ونشغل او نجيب اتراك او الفيديو اللي بعده. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي سواء على السماعة اليمين او السماعة الشمال هنضغط مرتين كده هنلاقي الفيديو يعني يوقف معنا. نلاحس كده هنجرمع بعد كده الفيديو يشتغل. نضغط مرتين تاني هنلاقي الفيديو يشتغل. طيب علشان نعلي الصوت هنضغط مرة واحدة على السماعة اليمين. زي ما انت شايفين كده تعلي الصوت. طب عشان نوطي الصوت هنضغط ضغطة واحدة على السماعة الشمال. زي ما انتم لاحزين كده. بتوطي الصوت. يبقى السماعة اليمين ضغطة واحدة بتعلي الصوت. السماعة الشمال ضغطة واحدة بتوطي الصوت. ضغطتين بتشغل الفيديو اللي احنا مشغالينه. طيب اللي عايزين نجيب الفيديو اللي بعده او الفيديو اللي قبله. الفيديو اللي بعده هندوس لمدة سانيتين على السماعة اليمين زي ما انتم شايفين كده. زي ما انتم لاحظين كده لما دست على السماعة اليمين لمدة سانيتين بيجيب الفيديو اللي بعده. لو دست على السماعة الشمال لمدة سانيتين هنشوف هيعمل معنا ايه? جاب الفيديو اللي قبله. دي اهم الاستخدامات. طبعا هنا علشان اه ترد على المكالمة هتختار انت تدوس مرتين على السماعة اليمين او السماعة الشمال. لو عايز تكنسل هتدوس على السماعة اليمين او السماعة الشمال لمدة سانيتين برضو. ده في حالة ان في حد بيتصل عليك. اه لو انت عايز تفعل اللي هو المساعد بتاع الموبايل بتاعك هتضغط ثلاث مرات بسرعة على السماعة اليمين او السماعة الشمال. بصراحة انا شايف ان السماعات جودتها ممتازة جدا من حيث الصوت ومن حيث الخامة ومن حيث الاداء. هنجرب مع بعض دلوقتي هنشوف نحاول نسماعكو الصوت بتاعها دلوقتي. الكاميرا دي برضو انت ممكن تشتري اه مساحة تخزين على الناتوب بحيث ان ان انت اي حاجة تسجيل. ده صوت السماعات. نحاول اسماعكو صوت سماعات برضو كده في اي حاجة تاني مسلا. مسلا نزل انترو بتاعنا. دلوقتي لو حبينا نلخص اهم المميزات الموجودة في السماعة معنا النهاردة. اول ميزة معادة النهاردة ان العلبة او الكيس بتاع السماعة صغيرة جدا. اه تقدر شيلها في جيبك بدون ما تسبب لك اي مشاكل. خامة كويسة جدا زي ما انتم شايفين كده. تاني ميزة ان فيها لو انت تكلمت مع اي حد في اي مكان في دوشة كتيرة هيقدر يسمعك بوضوح جدا ده بفضل اللي موجودة في السماعات. تاني ميزة معنا النهاردة او تالت ميزة وهي منفز الشحن الطايب سي. ان انت هنا مش هتحتاج تدور على شاحن مخصوص ليها او الشاحن مايكرو. بحيث ان معظم الموبايلات الموجودة حاليا في السوق او الاصدارات الجديدة كلها بمفز شحن طايب سي جواب يكون شحنه سريع شوية. السماعة الشمال ممكن تشتغل لوحدها او السماعة اليمين ممكن تشتغل لوحدها برضو. بالمميز جدا برضو لو انت حاطت السماعات في العلبة بتاعتها زي كده. ومثلا افلتها زي كده. وقافل البلوتوس. كل انت عايز تعمله تاني عشان تربط السماعات بالموبايل هتفتح البلوتوس بتاع الموبايل بتاعك وتفتح الغطة بتاع العلبة زي من شايفين كده. مجرد انت تفتح الغطة السماعاتها تربط على طول مع الموبايل زي ما انتم شايفين كده زهرت. رابطت على طول. نهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو وسابسكرايب للقناة. انا سيب لكم تحت لنك الشراء بتاع المنتج من موقع بانجود مع كوبون خصم بقيمة اتناشر دولار. تقدر تستفاد من الكوبون ده خلال الفترة دية وتوفر حوالي اتناشر دولار من قيمة المنتج نفسه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.